نزعي كحام الإدعاء الأولى في تونس من حماية مدنية من ديوانة اللي قايمين يوميا بدورهم على الحدود قايمين يوميا بدورهم للدفاع على التونس حماية الشخصيات هذا كذلك نقدمو لهم تحية كبيرة حماية شخصيات اللي من 2011 إلى حد الآن كان أمامهم تحديات كبيرة ياسر على أساس أنه يكون أمامهم زادا حماية شخصيات هي ممثلة للمؤسسات مش في شخصها فقط هي ممثلة لشخصيات ممثلة لمؤسسات الدولة دونك تمشينا من كل التحية قبل كل شي ما هي وضعية الأعوان المصابين في العملية الموجودين في المستشفى واللي تعرضوا للإصابة يوم الجمعة مبارك اللي وفيك على السيطافة أسيا إليس قبل كل شي حب نترحم على الرائد توفيق ميساوي اللي فقدنا في العملية الجابانة في نفس الوقت اتمنى الشفاء العاجز ومنانة على الحمد للباس الحمد لله ومتحت الرعاية والحمد لله شنو طالبين بالنسبة للعائلة الشهيدة توفيق الميساوي؟ والله طالباتنا ماشي للعائلة توفيق الميساوي الله يا رحمه ووحده لكن الأمنية بصفة عامة وللشهداء الأمنية بصفة عامة يجب ملف هذا الحارق نتعامل معه بكل مسؤولية وبكل إيمان منه أنه المؤسسة الأمنية هي من ركائز الدولة التونسية طالبات هي العمل اللي متاعنا وقعدها تهرسل في الأمنيين بصفة عامة حتى أنهارت العملية سيلياس بش تقولك حكاية؟ أنه احنا كنا متوجهين مستنواب وتخلنا مستنواب لنقاش قانون لحماية الأمنيين بسمعنا العملية احنا اللي قررنا أنه ننسحبه مستنواب وطلبنا من السيدة سامي عبو أنه نأجلها الجلسة هذه فما أولويات أنه احنا أمنيين قبل ما نكونوا نقابيين أنا بمزلت كسارة العملية اسمع التصريح والله التصريح غريب سامحني سيلياس سمعت سيف الدين مخلوف عظم السنواب الشعب قال عملية عامتها مخابرات أجنبية مزل حتى الشرطة فنية ما تدخلتش حتى القضاء محكيش أنا من خلالك نطب من نياب العمومية اصدعى السيد سيف الدين مخلوف إلى القضاء اللي سامعوا حول المعطيات اللي عنده المعطيات اختيرة برش خلي عاوننا بالمعطيات امتاعوا ما فيها بس إلى جانب حتى اسمعت كلام اللي بد فيه زي منا مزال دمه في القاع يومها بالذات يصرح هو شقول يقول انه هو ينوب ارهابي هدايا اللي عمل العملية وانه هو عمل العملية ذي نقمة والله أنا نرى انه يبرر ما لا يبرر السيد هدايا الارهابي اللي قام بالعملية وقعت احالته على القضاء من اجل العملية اللي عملها سابقا وهي تدوينات وفقا لقانون الارهاب اذا كان عندنا قانون نحبوا نحترموه تفضلوا اما اذا كان ما عندنا قانون شو بجنتعاونوا معه بالتكييف والله هو ما كاركمش حاكمتوه حذاري حذاري سياري روى موطق القدم في البلاسة هذه متغير ومتحر سيف دين مخلوف تكلم على التنكيل والتعذيب متكلمش فقط على انه تم تعاطي الدولة بالقانون مع الارهابي هو يقول الدولة تطبق القانون لكن وقت يطبق القانون تطبقه بالتعذيب والتنكيل هذا اللي يلزم زادا يتحل فيه انكات سعيمات اخي القانون هو الفيصل نحن نتعاملوا بالقانون اذا كنا احترمو القانون دوت القانون لديك المشكلة في تونس القانون مهوش قاعد يتطبق بصرامة في كل شيء اذا بتطبق قانون نعطيك مثال الكناتري اللي قاعدين في البلاد اللي يعتديوه بالسريح طويقة سامحنا لا تحكي على القانون سامحنا يفضلك ليش ما نبدأوش نحكيه على كل شيء فرض وقت انتي تكلمت على تصريحات سريعة ومتسرعة من عند نائب شعب يقول مخابرات اجنبي بالضبط تقول انتي يخويا مرحبا سيدنا بتفضل أعطينا المؤيدات هذا كلام مسموع من بعد تقول لي انتي السيد النقب زادة نفسه يتكلم على انه الارهابي فجر نفسه بما انه طبيع التعامل الدولة معه خلات يصير عنده نقمة على الدولة وهو تكلم على تعذيب وتنكيل ايه سامحني سعيمات احنا زادة اليوم كمجتمع تونسي مدعوين انه ميكونش فمع تعذيب وتنكيل هناك اثباتات هذا المطلوب هذا المطلوب لانه اذا كان نحكيه بالطريقة هذي المساجين الكل مشاريع تفجيرات اذا كان نحكيه بالصيغة هذي برك الله سجون المتعنى عندنا ما شاء الله معنا مساجين الكل بشي يفجر وحم ويقولوا نحن وقع تعذيبنا اذا الشخص المسؤول يقول كلام واضح ومسؤول ما يقولش كلام اعتباطيا ويحمل احكام اعتباطية فما اثباتيه اذا كانت تقول انتي سيدة ايه صار فما اثباتيه وبعده دون هذي تبير ما يبرر تبير ما يبرر انك تقول ربما صارت عليه تجاوزة السيد هذي الارهابي يبرر انه هو يفجر نفسه ويقتل امني هذي بتبير الحال ما يبررش اذا وقتاش يجيه يوم العملية بالذات سويعات مباشرة كيس كيس يرش كيس يرش سمعت حتى في برشة وسائل اعلام برشة خبراء يتكلموا خابرات اجنابية يقول الماذبية الخبراء هذوما اللي يتكلموا خابرات اجنابية زاد يوقع سامحهم يوقع سامحهم عاش كلم اعتباطي نخلوه في بلاتوات ونمشي واقع كلمة رميناها ونمشي على روحنا لا يا ري مسؤولي الدولة ونهك امن قومي هذي مسؤوليتنا في البدادية معاش تعاونوا مع الامن القومي ببززاجة ذاك عليش حتى من بين افكارنا اقترحناها سيلياس الموضوع الامني وموضوع الارهاب يزنع لهيكل لهي بالامن القومي والارهاب هيكل شو قضاء هيكل شو قضاء من خبراء امنيين يكون هو يعنى بالشأن هدايا لانه شخص اللي يبدأ مسيس وقال له شخص اللي ما انتميش مؤسسة الامنية ولا العسكرية مهوش مخوي اللي بشي قيم عمل الامني ونشاط متاعه وتعرف اللي عمل الامني هو فني ومخابراتي وغيره حذري مرة اخرى سعيمات حذري مرة اخرى سعيمات في برلمانات العالم اجمع يخضع الامن الداخلي الى لجان التحقيق والاستماع احنا ايه هذا هو انتي وانسيغة متاع اللجان اللي بسيئة اوكي اوكي هذا هو اللي جاء لذا احنا رانا كامنيين كنا قلنا قلش المرة قدمنا الشهداء قدمنا العادي اربعمائة شهيدة وفي بلتا وسيلياس اربعمائة شهيد اعطيني فما شريت انتي قانون صدر من مسل النواب السابق والمسل النواب الحالي لصالح المؤسسة الامنية اعطيني ما فما حتى قانون صدر وانا عندي اصداء انه حتى قانون حيمة الامنين اللي يتوبش الدولة عليه في مسل النواب لن يمر وسيسقط ها ما اقول لك نبدأ بشوي على خاطر الموضوع المهم والموضوع الحقيقة فيه تفصيل مع كل عملي يرجع الاحديث عن مشروع قانون زجر الاعتداءات على الامنيين دابا وينوصل المشروع يوم العملي الأخير انتم كنتوا في مجلس نواب الشعب ممثلين على نقابة الامنية في جلسة الاستماع من قبل لجنة التشريع العام شنوى النسخة المقترحة احنا رينا عديد النسخ داخل يوم شنوى هاتنقول الروح العامة لقانون من هذا النوع واش تحبو يكون موجود فيه احنا رينا كامل نقابة امنية ما تخناش تفوضنا لكن اصدال وصلتنا انه هم عندهم القانون الولاني النسخة الاولى اللي احنا وقتا كنقابين امنيين ما كاناش عندنا يد في تامير القانون هذي الادارة او الوزارة هي اللي عامت القانون هذي نقحناه احنا كنقابات امنية واشتمعنا مع بعضنا البعض وانا حين الفوصول يمكن تمس بحقوة الانسان تمس بالحرية الاعلام احنا عنا مع التوجه هذي احنا مع الديموقراتية مع حقوة الانسان هذي توجه تونس جديدة انتم معدد من الممثلين نقابات يقولوا ان الاحكام الوردة بمشروع القانون لا توفر الاليات والضمنة الكافية لحماية الامنيين كما تتعارضوا مع احكام الدستور المتعلقة بالحقوق والحرية العامة والخاصة تحفظاتكم كانت غادي اليوم النسخة وين وصلت على حد النسخة اللي احنا خدمناها وقتها وقعت دعانا في ملس النواب السابق ما هيش هي الظاهر ان هي موجودة توفي في ملس النواب في مجلس التشريع العام في مجلس التشريع العام ما زال ما نعرفوش عليها حاشة كبيرة مجلس نواب الشعب ومتعاش عليها قانون صحيح مشروع موجود هذا ولا مشاهدة ظبابي صورة ظبابية والحال انه احنا كنا قادرين باش نحبوا المرور قانون ذا يروا في جمعا خارجناها القانون ذا وتمر القانون ذا ميس صعيبة راي هذا يعني انه عديد الاطراف السياسية بالنسبة ليك تعطل مرور هذا المشروع ما اردش بالي ما اردش بالي ومسؤولاني يقول فيه لا انا نعرف انا متأكد انت مسؤول لا ما اردش بالي ما فهماش محاذير حتى انا محاذير نحب نفهم بالضبط قاعد تقول لي قاعد تقول لي اطراف سياسية قد تكون تسعى الى تعطيل مرور هذا المشروع اكيد اكيد فهم اطراف سياسية ما تحبش تمروا نقول لك حاشة انا من منبر هذية ندعو بعض التونسيين قول البعض تقول لي كيفاش يعمل تصارهم ماضية لانه مزلت في العقلية متاعنا في المخيانة متاعنا العديد من السياسيين والعديد بالتوانسة يتعاملون معنا على حسب النظام الاقديم انتوما مع ابن علي ضربني بوليس اعمالي كذا نبنيون قدام واحدة وطنية جاب الارهاب وانتي مزلت تجروني الى الماضي انا نحب نقول لك حاجة القانون الاساسي لقوات الداخلي من عام ثمانين واحنا نخدمو به التوى وانت تحسب في الامنيين على ماضي توى مبسولناش باش نتصارهم عبعاظنا مع ماضينا نبنيون مستقبل متاعنا الفين وعشرين طويك احنا نبنيون قدام الوحدة الوطنية الوحدة الوطنية الوحدة الوطنية انو يكونوا يد واحدة وكلمة واحدة اللي بيش يكون في مصلحة المؤسسة الامنية لانو الامن هو اللي بش يدز العجلة الاقتصادية والعجلة السياحية والعجلة التجارية خلنا فهمو خلي رأي العالم يفهم شنو طالبين انتو مكانيقات اساسية تعتبروها مهمة وتكون موجودة في قانون يحمي الامنيين من بين هذه انو احنا نعمل فيه فصول تعوض لك الامنيين لان هوك يخرج من داره ما هو ضامن روحه تعويض الامنيين هذي حاجة من الحاجات تأميننا مثلا انا كلم ذلك في العمل الامتاعي قبل العمل وبعد العمل اي حاتنا تعرض له يزم فما مسئولية جزائية وقانونية لك الامني هذك تقول لي انت يا عماده هوفما في المجلة الجزائية نوع من العقوبات هذية نقول لك العقوبات هذية لا تصلوا الى ما هو مطلوب لان العقوبة يزم تكون اكثر لان السيد هذك عندما خرج العمل هو يقتبر على ذمة العمل وعندما غادر العمل يعتبر ذمة العمل هذا هو التواجهة متاعنا الامني احنا الموت حق يا سيلياسر وعارفين ان موتنا سبحان الله لكن على قل موتوا بكرامة على قل فما ضامنات لأبنائنا وبناتنا وزوجاتنا هذا هو المطلوب تصور ما هوش بعزيز طلب منه هذية يمكن انا نجم اقول لك حتى المشروع المنقح اللي عملنا احنا نقابة امنية لو انهار نجيبوك تطلع علي تقول لي ما في شيء هوا به هوا قانون خارق العالم لكن دائما في المخيل وقت اللي يحكيه السادة النواب والاعلاميين وما في بنفس الموضوع يحكيه عليك القانون اللي فيه زجل لا اعتداء الامنيين اكل يومنا على الاعلاميين باش يدخلوا كذا وكذا مهاكرة ولا لا موش هذيك القانون فيش كان ذاك موش هذيك يعتبر صح فيه مثلا انه في وقت من الوقات وقت اللي تتسرب وثيقة ويكون وثيقة مهمة جدا تعلن مثلا انه في اختيال لبراهم يوزارة الداخلية كانت في بالها قبل بجمعتين قعدنا اللوجوش كون سرب وما تلهيناش بشنو المعلومة اللي موجودة نحيناها كالفصول هذيك نحيناها وش قلنا قلنا هذيك حطها في القانون الاساسي لقوات الامن الداخلي متحطيهش هذيك في قانون لحماية الامنيين شف احنا حتى كلم زجل نحيناها لان زجل تحيب للخوف كزجل اشجروا شخصا لا حماية الامنيين بالعكس وكالفصول تحكي على نحينا هذيك اش قلتك انتي افكار مغلوثة حطها على النسخة الولانية ونا معاك ونا معاك النسخة الولانية صحيح لكن طوى ماش هذيك راي النسخة هذيك علاش البوع بعدين اوه قانون بش يتغولوا عين الامنين يا ودينا نتغولوا عليك لما حد شي اش هو بش نتغول عليك لان خلينا الدرس احنا من سابق وانا نكرر في روحك نقول الكلمة هذي الدوافي هذا هي الشفافية اطرحوا للرأي العام هذا المشروع وخلي افتحوا المنابس احنا افتحونا المنابس يا ليه خليتوانسة تسمع مو نسمعوا من ذنو واحدة مو نسمعوش طرف واحد يتكلم نسمعو الناس كل اش يقولوا وش يحكيوا انا نحب نقولك حاجة في بالك اللي انا نكلم فيك فما الاف الامنين يتابعوا تواه ويسمعوا لان احنا نقابة صوتوا من لا صوتا له يحبوا صوتهم يوصل الناس يحبوا كلهم يوصل انا نقولك حاجة في الجنازة انتع الزمينة المرحوم والله يا مريت كان زوز اعظام السل النواب والله يزوز بارك والله يزوز بارك ريت وزراء جاء وريت امين عام تحضن الشغل سيد مامين عام سيد حميد المحامين جاء لكن النواب الشعب مريتش ريت كازو نواب علي علي ما جيش انتي انتي نائب وشعب وانا فرد من هذا الشعب يا اخوي صحيح انا نتخبكش لكن انا ولده تونس هذية قدمنا البده هذية اضعف الايمان تحضل في جنازة امتاعي وكلزم تسعين في المية جيوا معظم السل النواب على القرآن الكراما في روحك الشهيدة ذاك اللي مان شهيدة الواجب شوف كيفاش التعامل معناها ما يكونش اليوم شون فما انتباع شون فما انتباع لدى الامنيين انهم هم غير مسنودين ان نوحدهم امام الخطر بالضبط والله والله بالضبط هذي هو الاحساس الامنيين يحسوا الواحم انهم غير مسنودين يحسوا الواحم كعسكر زواوي احنا نقوله مثل نقدموهم في التضحيات ولكن في الامور اخرى نحطوهم الكالي وهبطولهم ممنوعات 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 هش حطولهم انا نحب نحكي من المنطلق هذي انه الامنيين كل رانا احنا في مستوى المسئولية اكدوا بالهذا ان احنا هذيه موش بيجوثين العمل اللي متاعنا بالعكس انتو شفت مقابلات الزوز اللي صاروا بعد مقابل الترجي والزمالك مقابلت النجم السياحي الوليدات كنا موجودين واخدمنا خدمتنا بكل حرافية وبكل ثيقة في النفس ممنوعات لكن هذا انك انت يا اخي كمسئول يا سياسي يا عضافة من السنواب انك خلينيش حقنا هذي حقنا القانوني والاداري اختيري تكلم من نقابي امني يوقع تحويل نصريحاته على انه هو ضد دفلية احنا امن جمهوري ومحايد هذي هو خطابنا هذي هو التزامنا لكن احنا ندعو الوحدة الوطنية لانه بصير الوحدة الوطنية هذه حول راية واحدة الوطن احنا معاكم لانه في تونس فمش كوم يمنوش براية الوطن برشة الناس يقولوا والله الشعب التونس الكله مجتمعين ولا مؤسسة الامنية لا مش صحيح نقول لك عليش مصحيح لانه العمله عملية الهابية رمضة وانسة ينحدوا من وسط تونس ما جوناش من دولة اجنبية لذا عنا في تونس من يمجد الهاب وعنا في تونس من يساندهم من يوفرهم الغطاء هذو من كل موجودين علشو نقولوا بيطمي تميمي الشعب التونس هذي نوع اه لغة معناها نحسها هولامية برشة هذي الشعب التونس لا لا فما شعب تونسي معانا اللي يمنوا بدولة وطنية يمنوا بالعالم التونسي يمنوا باستقلال بلادنا وفما الناس ما يمنوش كان بالعالم الاكحل علشو احنا ديما نخطيقين شمس بالغربان ونقول والله بعد لا موجودين في تونس هذوك اللي يمنونونا بالدولة واليمنونو بالعالم واليمنونو بالوطن سيئلة نتعرفهم واحد واحد هذو ما معروفين عايشين معنا في تونس اما سامحني يأكل في الغلة المنا ما تجيش تعيش معايا دونوا معايا فرد اثنية فرد كياس وتأكل في المخيارات تونس وتسب في ابناء تونس وتقتل في ابناء تونس ما تستقيم في الصورة هذا القانون هو القانون واضح الى حد الان وتطورات كبيرة صارت في قانون مقاومة الإرهاب صارت زادة في الحريات هبنرجى معاك الموضوع حساس شوية سيئمات ويذولين لنا برشا ما حكينش فيه علاقة المواطن بالأمني بالرغم انه انت تقول ما تخزروش للماضي لكن ما زل في معامل كبير لازم يسير والعمل هذي مجيش كين بالقانون عمل هذي يجيب باستبطان المواطنة وباستبطان العقيدة جديدة باستبطان نعرف اللي اليوم المهم هو انه العلاقة تكون طيبة والعلاقة تكون علاقة تقدر علاقة مواطنة مش ديما هذا موجود سيدة سيئمات هذا مشكل الحقيقة وهذا مشكل يلزم التعاطي معها ماهيش قوانين فقط هي ذلك ذلك سلوكيات أكيد أحسن سؤال إذا تولي هذي والله أحسن سؤال براك لو فيك سؤال هذي المطروح حاليا في تونس علاقة الامن بالمواطن ساعات تصير تجاوزات من بعض الأمنيين على المواطنين يوقع تعميم الفكرة إنه أمني لكل كيكة لا مش كيكة في كل قطاع نجب تلقى فيها البهي والخير نتفق عليها أول حاجة تاني حاجة الأمني هذيك اللي ممكن أعمل غلطات هذيك منتوج الشعب التونسي منتوج تونسي هذي كراو أحنا كمؤسسة أمنية ما ليش أحنا بيش نربيوها من الأول ثم هو وسط اللي خرج منه تلك بضاعاتكم ردت إليكم أحنا دورنا كمؤسسة أمنية يوقع تكوينه نعطوه القانون شي يقول شي يجيز انضباط وتعمل متعملش إذا كان سير تجاوز مايش مسؤولية المؤسسة الأمنية هو في باطن مسؤولية المؤسسة الأمنية زيدة زيدة ريش انتي برنامج اصلاحي في المؤسسة الامنية بفق انتي ريش في الحاملات الانتخابية اللي عملوها السادة النواب واحد حكاه عن مؤسسة الامنية وكيفاش قيم بها وتحسينها واسلاحها ما اسمعتش حد في الحاملات الانتخابية سمعت عديد السياسيين يقولوا انه رعاية الامنيين وتقديم المساعدة الامنيين بآليات جديدة فمش كون يقول السلاحة كيفاش قانون الاساسي متاحها بدلوا حسنوا لانه فما فصول في القانون الاساسي متاحنا ليتعرض مع الدستور رو تقدم التونس رو موش كما قبل كما توى يزي ما احنا نحطه فصول تتماشى وما صار في تونس من تتور ديمقراطي وقانوني وحقول انسان وكذا هذي شو مطلوب عليش الخطوة دي ما نعملوها شي عليش قانون داد اربعة مثلا ما نصلح نيش قد اربعة رفتوا من عام 1969 التوى موجودة طال مواجهات المواجهات كذا التوى متبدل من عام 69 ينديد القانون يمكن رو غيب غيب اذن نحن نحلو شانة ما بعضنا نصلحوا التشريعات تعالوا ثورة في التشريعات ثورة في التشريعات القانونية قانونية في المستوى المؤسسة الامنية دي ما انفئة ذاك فهمني ولا امتاع بروت اجاكشاف اي برك اي برك اي برك اي مش هذي حل الامور لا تتحرك بالسرعة والنجاعة الكافية على حد تقديرك اكيد تشريعيا اساسا اكيد هالموضيع دي كل في بلسيلياس رو قادرين عننا في تونس والله خلال شهر خلال شهر ناس كون نحضوا يدينا في بعضنا لشهر نحلوها المشاكل هذه والتوجس وتخوفات جاية اساسا من شنوة على حد تقديرك وقت اللي تقول لي قوى سياسية قد تسعى للتعطيل من ايش خايف من انه من انه يتغول السلطة البوليسية من انه الحريات و يتم الاعتداء على الحقوق والحريات من انه تصبح حنطومة دولة وسط الدولة من ايش نوة التخوفات من ايش جاية هي هذي هي تغولتها شكوطك انا فما ناس ما تسالحوش مع الماضي متاعه لانه دائما في المخيال متاعه انك انتي تمثل الدولة البوليسية والبوليس هو اللي يحكم في كل شي والامن هو اللي عم في كل شي اذا انه يجبني نحضله من صلوحياته باش ما يتغولش هذي العقلية اور الواقع مش هذا الواقع روه موهوش هذا لانه الامن اتعضى من التجارب السابقة اللي مرت به هز هو الفاتورة واحده الامن سابقا هو اللي مشلم حاكم هو اللي يتوقف خلص الفاتورة اذا انقل كفاني انا معاش نمشي وراس سياسيين ومعاش نتب النحاب تبع قانون يحدد اللي واجباتي هذ هو معاش نمشي وراء دكتاتورية قصدك يعطيك الصح هذي توجه المتاع احنا القناعات هذي قبلناها ومشينا بيها لكن الاطراف الاخرى ماش تبع هزيت حايشة عالماضي يودي فيقوا لارواحكم يهديكم يروا يقال الواحد فيهم يمشو بخدش عمرو طويكة التوام ازاي اللي خامن بالفكير هذي يفهم ما مني خرجو تقاعد يحصر مش هيو على الارواح مشي كون توفة يحلى قلن نكونو دي اليوم احنا البنيو الغدوة الولادي اللي جايين بعدنا بيش نقضن نكعر رعاو تكعر رعاو توفهم ما توسامحني فمش كون يتكلم طويكة على نظام بوليسي السابق والله ولا صدقني مخدش عليه والله هلأ خلطت عليه لس انه يصبح اشو ماضي النظالي برر مخدش علي يتكلم هو كان هو تعارض للمظلمة وكذا لأ البطولات الزائفة نقول لنا يعني في بطولة زائفة مش كون يعني في بطولة زائفة والحال انه هو لا تعارض للمظلمة لا تعارض لحد شيء معناها عايش في القطن نجاح ضر ذاهم وروم ريقلة يصبح اليوم مناظل ويزايد علينا بنظالته ميجيش هاذا راو خطر التوازمة قالوا خلينا وليو شرفة قالوا حتى يموتك برحوم الناس كون نعرف بعضنا في تولس ونعرفوا بليح الموضوع يسي عيماد صارت منظومة في البلاد اسمها منظومة العدالة الانتقالية الناس اللي شاركت في التعذيب والناس اللي شاركت في التنكيل ما قدمتش رواحة للمصالح حول المصارح معنا يزادي ماو شوف شوف ما نبش نبنيه لازمنا نبنيه على الصح ولازمنا نبنيه على الحقيقة مش على اللي تبو ولا على الشيء المخبي ولا اللي ما يتقنش في تولس صار ما صار سي عيماد على امتداد سنوات وكان ما المفروض أنه نلقاوا إليات بش نتصارحو نتسامحو ناس كل هذا ما صارش بما فيه الكفاية أنه من بعد ناس كل تكون ضحية ذلك أنا ما نجم كان نفهم موخ الهدر اليوم على حد تقديرك شنو المطلوب ما هو المناخ المطلوب شنو التشريعات المطلوبة وشنو المنشود باش غدوة نلقاو واحنا في علاقة طيبة ما بين مؤسة هي دورها الدافع على المواطن والدافع على الدولة وفي نفس الوقت زادة تكون مضمونة الحريات وتكون مضمونة الحقوق ويا سيدي ما فيها باش روناك يسلم عليه يبدل علي بالسلام وقت اللي يوقفني وما فيها باش كيقول لي سيد المواطن من فضلك لازم نقوله فقط أنه في دول الأخرى راو وصلوا إلى حد أنه البوليس ما عندوش الحق يسأل حد شي إذا كان ما عندوش شبهة على مواطن دون أحنا ما خلطناش إلى حد غادي وعانا حرب على الرهاب لكن ما زلنا زادة راو السلوكيات مبعضنا الكل لازم نخدم عليه دونك اليوم شنو المناخ المطلوب كيفاش تراوكتش شريعيا أساسي المناخ المطلوب هناك قوانين في رفوف مس النواب إذا ما تمر باش تعطي دفع للأمنيين العمل واضح في نفس الوقت أحنا كأمنيين أنه إحنا متعهدين باش تحسين علاقتنا يامتحاسن الحمد لله علاقتنا بالمواطن نعم 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 لأنه إحنا العنصر البشري هذك هو رأسمنا إحنا كأمنيين نتعامونا اليومي مع المواطن التونسي هذه هي لاحظنا إحنا فما تجاوب مع المواطنين بي صراحة فما بعض الهنات قادرين مش نصلحوها بي حول الله سيليس لكن إذا نكون عننا قناعات داخلية أنه المؤسسة الأمنية هي في خدمة المواطن وتوينسة وتوينسة شوش ننسيو أنه هما توينسة المواصلة الأمنية إحنا نقول لك حاجة وميسيريش خلنا أحكيلك توا قرية تونس في وضع إقليمي اختير برشا وتعرف الجنوب تونسي شوه كلنا نعرف كلنا نعرف في وضع إقليمي عرف الشمال الغربي كيف كيف عندك مشكلة كورونا اللي أمنين هما أول ناس بيش يستقبلوا اللي يجيهم البرة يعني فما خطر جايها لكن أحنا نخدمه وقابلين التضحية هذه لذا كنكلمة لأمور قانونية ما نصور شي غالي على التوينسة بيش يحطونا الحق ذائل ومعظم أس النواب ما نصور شي أنا حتى بمستواريس الحكومة أنه يسندوا الأمنيين هذوما ويسندوا المؤسسة هذه في إنفاذ القانون هذيش نطالبوا لأننا حسينا أنه فما قوانين ماشي قاعد تطبق بسرامة تطبق القانون بسرامة علي وعلي غيري تطبق قانون بسرامة نحب نحب نحسه دورة القانون دورة المؤسسات هذي نحب نحسه وإحنا ما نحبش تكون خارج على القانون ما نحب الشخص آخر يرفع السلاح في بلادي بخلاف المؤسسة الأمنية التي يخولها القانون وحمل السلاح لحماية التونسيين هذي ما نحبوه شي فرحانين كرار حاس ديواني يغتدع لي من أسلحة من طرف كنتريا هذي شي يدل أنه ناس تحب تسخب الدولة تحب تسمح نروحها بشوالي عندها باية مع الدولة لا إذا نكون عنا قوة القانون تطبق القانون أنا نقول نحديك مثال يا أخي العزيز باش نقول ملاحظة صغيرة أخيرا حكم الأعدام مموجود في تونس ولا هل يطبق لا يطبق إرهابيين عنا موقفين إرهابيين وحكم عليهم القضاء بالأعدام والأعدام هذا قانوني هذا موقف النقابة ولا موقفك الشخصي لموقفنا كاتحاد تطبق القانون موفم حكم صدرها ينفذ الحكم ما فيهش بيئة إيبادية ينفذ الحكم نعم مش هي تعيب هذي خيارات سيادية تونسية عملتها ونصح عليها ونصح عليها ونفهم الموراتوار في تونس على التنفيذ موجود والأحكام قاعدة تخرج من المحاكم بالضبط لكن أنت تخليه في السجن يأكل يشرب غدا ممكن في وقت من الأوقات يخو عفو ويعود يخجل بقرة كيف عام يجمع سليمان جمع سليمان يخرجوا بعفو أغلبهم شاركوا في العمليات من بعد هذا موضوع يترح على مجلس نواب الشعب وهذا موضوع يترح للإستفتاء وهذا موضوع في كل الحالات ما زال ما تروح على الصحة العامة الحقين يقولوا ستوب ما تنجمش أنت تاخذ الحياة إنسان مهما كان ومهما أقترف بالقانون هذا زادراه في كل حالات هذا رأوا فيه مشكلة وفي حيث طويل وإحنا عنا رأي يتداول في مش نواب الشعب ولا في الليجان يتداول موقف ورأي واضح شكرا لك بركة الله وفيك عماد والحاجة خليفة